السلام عليكم و اهلا بكم انا صحة البادر. النهاردة هنتكلم عن حروف الجر مع الحالة الاعربية الداطية. ايه حروف الجر اللي بتيجي مع الحالة الاعربية الداطية? وده اللي هنعرفه ان شاء الله بحلقتنا النهاردة. خليكم معنا. حروف الجر ديت هي اب واوس باي ومت ناخ وزايت وتسو وانت جيجن كيجنوبا واوسا. هنستخدمهم ازاي ده اللي ان شاء الله. اولا الحالة الداطية بيتم تغيير فيها جميع دميع ادوات المعرفة وادوات النكرة وادوات النفي تماما للاسم نفسه. نوترال محايد. هيكون الادات بتاعته داس هتتحول للديم. واين هتتحول لأينم وكاين هتتحول لكاينم. الاسم لو مذكر ماسكولين. الادات بتاعته دير هتتحول للديم واين هتتحول لأينم وكاين هتتحول لكاينم. عامل او الاسم فيمنين مؤنس. الادات بتاعته دي هتتحول لديا. واين هتتحول لأينة. وكانت تتحول لك هنا. ولو الاسم جمع اداته طبعا دي هتحول لدن. ولازم طبعا نكون عارفين ان الاسم في نهايته بنحط له ان. او اي ان. وطبعا مالهوش اداة نكرة. الجمع طبعا عندنا في الاملوش مالهوش اداة نكرة. لكن ما اضفت طبعا الاسم في النهاية ان. واداة النفي بتاعته بتكون كاينة. طيب نبدأ اولا بحرف الجر اب. معناها ابتداء من او اعتبارا من. ممكن استخدمه عندي وما حطش اه ادوات للاسم اللي عندي ممكن اقول اب مواجد ابتداء من غد. ممكن اقول اب ينوى ابتداء من شهر يناير. اب فيبروى ابتداء من شهر فبراير. اب نوفمبر ابتداء من شهر نوفمبر اب ديتسمبر ابتداء من شهر ديسامبر. ممكن اغير الحالة الاعربية طبعا للاسم اللي عندي. ممكن اقول ابتداء من الاسبوع القادم. ابنكستافوخة 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 يعني ابتداء من الاسبوع القادم. ابنكستمونات ابتداء من الشهر القادم. من اسبوع الجهة اتعلم الماني. في برضو للاسم ده يعني مكافئ لي او حاجة تكون شبهه في اللغة الالمانية. حارفين اللي هو فن وان. فن وحط الفترة الزمنية وبعدين اقول فن يانيواء ان. فن يانيواء ان. ادنين حرف جر اوس. معناها من. حرف جر ده بيكون لي كزا معنا. لما اقول مسلا اي كمت اوس شفيدن او ممكن اقول في بعض البيضان اللي بيكون لها اه اداة معرفة بتكون لحقة بيها. زي تركيا وزي اه اليمن. طبعا بيكون معها اداة معرفة. ولازم الاداة الحالة الاعربية بتاعاتها تتغير لما يفهمها لحرف جر اوس. هقول مسلا. هي من تركيا لان اه تركيا اداتها دي. او بيشفيتس اللي هي وسرع. آآ ده بتاعيت هادير. عاوز اقول مسلا الساعة كان آآ ايمان بيتك من المدرسة. عاوز اقول ده اصل من او جزور من. عاوز اقول مسلا ده بيعود تاريخه للكرن الاتناشر. هقول ازاي اوز 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 بيعامل ده عن حب. آآ اوز بعمل ده بدافع الحب يعني. بدافع الخوف من شيء. اوز من الجوع مسلا. اوز عن اقتناع مسلا. اوز معناها عن طريق الخطأ. اما حرف الجر باي معناها عند اولادة. او اسناد. عاوز اقول حد مسلا انت كنت عند الحلقة اقول له بارس دشون بايم فريزور بارس دشون بايم فريزور بايم فريزور بايد اصلها بايم فريزور. الالمان بيحب يطعموا الكلمات او حرف الجر مع الاداة فبيقولوا بايم بايم فريزور لان اسمه فريزور ده اسمه مذاكر هو بيشتغل في شركة كبيرة ده مؤمس واداة النكره بتاعته هنا هتتحول لأينر وصفه طبعا منذ تلاقي ان مع الجميع في حالة التاطف هو عند والدي طبعا الجميع بضيف له حرف الجر باي ايضا ممكن بنستخدمه في نشاط معايم هو الوقتي بيزبح او بيبارس رياضة السباحة عفولة زي بالالماني او باي دي مش فمن لان شفمن اداتها داز وممكن باي برضو كاستخدمها بمعنى باي في اشارة المروح يعني اثناء اشارة المروح الحمراء مش مسموه لحد يمشي حرف الجر مت حرف الجر مت معناها معه او بواسطة اي فار مت زينفغاو جستان ام كينو اي فار مت زينفغاو جستان ام كينو هو كان مع امراضه في السينما مت هنا بيعمل داطف وزين دي اداة اللي هي الملكية للمذكر وضفنا اي ار للاسم المؤنس لان هنا الاسم عندي هنا حالة الداطف لازم اضيف له النهاية دي معلانا هو عنده بيت كبير بحديقة جميلة فقعت أداة هدير و أداة النقرة بتاعته أين فأين هتتحولي هنا لأينم طيب بمعنى واسطة هقول إيه أفاتي من ديم أوتو هو بيسافر بواسطة العربية أوتو أداة هدس هتتحولي الأداة بتاعتها دائم طيب إيه شخيبت متأينك غايدة هو بيكتب بواسطة التبشير تبشير أداة هدي فهتتحول لأينر إيه شخيبت متدم كولي إيه شخيبت متدم كولي هو بيكتب بالقلم الجاف فكولي أداة هدير فهتتحول لدم في حالة الضاطف مع حرف الجر مب طيب حرف الجر ناخ معناها بعد أو تبقى لي أو إلى أو نحو أو حسب على سبيل المثال لما أقول نخدم قونتا غيش تجيهم فيتو زمن اندي منزا نخدم قونتا غيش تجيهم فيتو زمن اندي منزا يعني بعد الدرس هنروح مع بعض ناكل في المطعم قونتا غيش تجيهم فيتو زمن انس غيش تجيهم فيتو زمن انس غيش تجيهم بعد المحاضرة هنروح كلنا للمطعم هنا مؤنس فهتتحول لديها بعد حرف الجر ناخ فيا فهار الام قول ناخ شباني نحن نتسابه الأجهزة إلى اسباريا معنا إلى ناخ ممكن تجي معنا جيميس قونتا غيش تبقى لي أو حسب على سبيل مسلم ما اقول معنا تبقى لرأيي أو حسب رأيي أو أنا شايفي عيني حرف الجر زايد زايد معناها منزو زي كرة بالانجليزي على سبيل مسلم ما اقول ايش بين انو استغيش زايد اينا مونات انا في النمسا بقالي مثلا شهر فيان الزايد حرف الجر الاسم اللي جي بعده مونات هو اسمه مذكر الاداة الاداب تعتها will flow ayn هتتحول لأينم زايد اينا فقر منزو أسبوع هتبقى في وهاظ مؤنس واين هتتحول لأينر زايد اينا فقر مثلا وسلم واقول منزو ساعة زايد اينر شتوند شتوند مؤنس هتتحول لأينر زايد اينا شتوند اللين الجويس زايد اينما يكلف هو موجود علماني منزو سنة وما زاله بيتعلم زيت هنا حدث حصل في الماضي ولسه ليه برضو اه يعني اثر موجود في المضارع. فهنا يار اداتها دس واين. فهتتحول ادات المعرفة دس وادات النكر اين. فهتتحول اين لأين. حرف الجر فن. بيجي بكزا معنا ما اقول مسلا اي جاي من عند الدكتور او من جاي من عند شخص. فاقول ايه? ايش كما فن ديم اعتست او ده فوم اعتست. انا جاي من عند الدكتور. فهنا معناه ان جاي من عند شخص ببستخدم حرف الجر فن. ايش كما فن ساغة. ايش كما فن ساغة انا جاي من عند سارة. تيجي من عند شخص. ايش كما فم اعتست. انا جاي من عند الدكتور العيون. فاصلها فن ديم. والألمان طبعا بيحب انهم يضغموا حرف الجر مع الاداة بيقولوا فم. بيبتيجي برضوك مع بعض الانشطة زي السباحة. رياضة السباحة. من المكانة لانا كنت بمارس في رياضة السباحة. ايش كما فم شفمن. فن ديم شفمن. ممكن تيجي مع بس فن بس معناها من الى. فن موغن بس آبند. فن غاي قوة بس فن فقوة. الساعة ثلاثة للساعة خمسة. بعد كده هنستخدم حرف الجر بسو. معناها الى او اتجاه او باتجاه كزا. وبالصدد او اسناء او بمناسبة. في مصطلح بيجي بالالماني بيقول عليه تسوهاوزة يعني في البيت. اي اسنش تسوهاوزة يعني هو مش في البيت. زفيت موغن سوئيرن الطن. زفيت موغن سوئيرن الطن. هتسافر بكرة وهتروح بكرة لوالديها. سو هنا حرف الجر بيعمل داتف. وهنحط الجامع هنا اي ان. تمام? اجيت سوم آتست. اجيت سوم آتست. اصلا اجيت سو ديم آتست. هنا حرف الجر عمل داتف في الاسم اللي جي بعده. يعني حول الحالة العربية بتاعته تماما. الى ديم. والالمان طبعا بيحب يضغم الحرف يقوله تسو ديم آتست. عاوز اقول لحسن الحص. هقوله تسونجلوك. تسونجلوك معناه تجاه او مقابل. او في محاذاة مسلا. دا السنتروم بفندت سيش ودا. ليكت جي جنوبا دا دا شولة. اذا اقول ان السنتر موجود اصاد او قبال المدرسة. او في مقابل المدرسة. ودا داس هوتيل بفندت سيش جي جنوبا. ممكن اقول جي جنوبا فون. لان جي جنوبا اللي بوجم جي معا حرف الجر فون. جنوبا ديم شفين باد. يعني قصود حمام السباحة. طيب حفجر اوصر. معناه الا او عادة. او خلال او سوى. ما قول مسلا اه اوصر ايا زين دي فيا على انسي جينو جي جانجين. اوصر ايا زين دي فيا على انسي جينو جي جانجين. يعني معادة هي كلنا روحنا للسينما معادة. انت جي جن معناه خلاف او عكس. او على النقيد من زي الجينس كده باللغة الانجليزية. ده اصبا انت جي جن ماينم فوشلاج. يعني هو بيتصرف عكس كل الطاقة. وكده نكون انهينا حلقتنا النهاردة. اتمنى يا رب اكون افدتكم. وشاكم على خير ان شاء الله في حلقة جديدة. السلام عليكم.